عديد حول الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف من مدريد المحلل السياسي بورخا سلفادور باث أهلا بك سيدي أولا هل يتوقع سقوط الحكومة الإسبانية في الأيام القادمة والأشهر القادمة بعدما بدأت الثقة في الزوال بينها وبين بعض المؤسسات كالكونغرس وبعض الأحزاب وحتى فئة من الشعب الإسباني؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا سيؤثر على الحكومة الإسبانية وعلى منصب رئيس الوزراء بيدرو سانشيث في الواقع فأغلبية الأحزاب في البرلمان ومجلس الشيوخ غير راضية عن قرار سانشيث فيما يخص الصحراء الغربية وأن أعلم أنه أمر مفروض وبخصوص الشعب الصحراوي فإن الطبقة السياسية خاصة هي من ترفض الوضعية الجديدة لسانشيث نعم البحرية السياسية بوخاس الفادور باث كنت معنا من مدريد شكرا جزيلا لك